أهلا بحضراتكم ومصر الجميلة مصر الجميلة النهاردة بنركز الحقيقة على الإنجازات اللي حققتها الدولة في مجال السياحة والأطار وأيضا في مجال تمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة الحقيقة مصر في الفترة اللي فاتت قولة اهتمام بشاتة كبير جدا في العديد من القطاعات وحققت إنجازات في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ولكن النهاردة من خلال برنامجنا هنركز في الفقرة الأولى على الإنجازات في مجال السياحة والأطار خصوصا أن مصر تتميز أنها وجهة سياحية مهمة على مستوى العالم يمكن حققت مراكز متقدمة في الفترة اللي فاتت برغم الأزمات اللي مرت سواء بمصر أو العالم والتحديات اللي وجهتها أو وجهها مجال السياحة في الفترة السابقة ولكن مصر الحقيقة كان حظها ثمين في أزمة كورونا خصوصا مع تخفيض العملة أصبحت مصر وجهة سياحية العديد من السياح الأجانب طبعا الدولة ركزت في الفترة السابقة الحقيقة على مزيد من الإنجازات مزيد من مشروعات شوفنا كمان ترويج للدولة للأماكن والمقاصد السياحية المختلفة من ضمنهم طبعا لو نفتكر مع بعض يمكن حفلة نقل الموميوات أيضا افتتاح المتحف الحضاري غير طبعا الاستكشافات والأطار الجديدة اللي تم الإعلان عنها غير المعارض اللي تم وضع خطة خاصة بالترويج السياحي في العديد من المعارض حول العالم ده الفقرة الأولى اللي احنا هنركز فيها المرة دي هنكتشف بقى ايه التحديات اللي وجهتها أو وجهها مجال السياحة في الفترة اللي فاتت والأطار كمان هنشوف ايه وصلنا يعني القيمة المضافة لحققنا في هذا المجال وايه النظرة المستقبلية خصوصا للمصر في الفترة الحالية مع دخول موسم الخريف والشتاء بتبقى مقصد سياحي مهم للعديد من السياحة الأجانية هيوحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل الدكتور ماجدي سليم وهو وكيل وزارة السياحة الأسبق أما الفقرة التانية وهندكز فيها على التمكين الاقتصادي والدولة أولت رعاية في عملية المشروعات الصغيرة المتوسطة وطبع حققت نجاحات كبيرة في الفترة اللي فاتت نظرا ليه تجاه سياد الرئيس في عملية إحلال المنتجات المحلية بدل الوريدات لتخفيض العيب على العملة الأجنبية عشان كده يمكن الدولة والحكومة هتمت في أكتر من قطاع في عملية التمكين الاقتصادي اللي احنا هركز عليه النهاردة التمكين الاقتصادي ولكن تابع لمشروعات صغيرة متوسطة وتابع لبرنامج فرصة اللي تابع لوزارة التضامن هنتكلم فيها أيضا على دور الوزارة في دعم الشباب في هذه المشروعات في نفس الوقت أعتقد أنها تبقى مشروعات صغيرة متوسطة أو متناية الصغر فبتحتاج إلى استشارات كثيرة جدا بحتاج أيضا لفرص أو توضيح وتدريب الشباب اللي بيحصلوا على هذه الفرص هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل من خلال اللقاءنا مع دكتور أحمد غفران عبد المقصود وهو مدير العمليات المجدنية لبرنامج فرصة دي قدوم دول الفقرتين اللي عندنا النهاردة لكن اسمحونا نشوف فاصل ونبتدي الفقرة الأولى الخاصة بإنجازات في مجال السياحة والأثار برحبا حضرتكم من جديد وبنقول لكم طبعا أن الحقيقة الدولة اشتغلت الفترة اللي فاتت على قطاعات عديدة لكن قطاع سياحة تحديدا قطاع واعد لأن احنا حققنا النجاحات فيه عبر العصور لأننا عندنا مقاصد سياحية مهمة جدا سواء تاريخية أو مقاصد حديثة طبعا للعديد من الوجهات السياحية زي المدن الجديدة اللي تمت بالفعل وتم إنشاءها في العصر الحديث بجانب طبعا السواحل الموجودة عندنا بجانب كمان السياحة البيئية وسياحة الصحراء البيضاء وخلافه عشان كده نركز النهاردة على المستجدات اللي طرقت على هذا القطاع من إجازات في الفترة اللي فاتت وإيه الموجود اللي اتعامل من قبل الدولة وحقق عائد الاقتصادي على نتج المحلي في مصر ونحن عارفين طبعا السياحة بتوفر عملة صعبة وده اللي بنبقى محتاجينه في الفترة الحالية اسمحونا رحب دكتور ماجدي سليم وكيل وطالة السياحة الأسبق أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وخلينا نلقي الدولة في البداية ونوضح لسادة المشاهدين مجهودات الدولة الفترة اللي فاتت على أرض الواقع في مشروعات عديدة داخل هذا المجال وإيه المستجدات اللي طرقت في مجال السياحة والأثار من مشروعات قومية كبرى وأشياء جديدة نقدر نركز عليها نهاردة هو الحقيقة حضرتك ابتدأ بداية جيدة جدا في أن السياحة هي واحدة من أهم الصناعات التي تعزز ميزانيات الدولة وميزانيات المدفوعات والدخل السياحة والدخل من العملات الأجنبية بالإضافة أن السياحة هي واحدة من الصناعات كسيفة توفير فرص العمالة فده طبعا في عائد كمان على الشعب زيادة عن الدخل السياحي لأن هي كمان بتوفر قدر كبير جدا من فرص العمل قدام الشباب بتونا الدولة طبعا مدركة لأهمية السياحة بشكل كبير جدا ففي مش عاوز أقول في الأولى الأخيرة حضرك قلت على مرة العصور آه فعلا إحنا من فترات ومن أيام النهضة السياحية اللي حصلت في مصر هنا وكانت في بداية التمانينات ابتدينا نبتجي الاستثمار السياحي بشكل كبير جدا ابتدينا نعزم المناطق والمقاومات السياحية بتاعتنا بشكل يتناسب مع متطلبات السائح القادم إلينا من الخارج وأخيرا كانت هناك صروح تقدمت للعالم بحاله ليست لمصر فقط ولكن للعالم بحاله ويعني إحنا ممكن نقول بكل فخر المتحف الكبير بتاعنا ومتحف الحضارة وعندنا طبعا المتحف بتاع التحرير المتحف القديم المصر القديم من أهم الأشياء التي أبرزت واقع سياحي لمصر بشكل كبير جدا وهيكون لها صدى في العالم بحاله لأن هذه المتاحف يعني أصبحت تضاهي كبريات المتاحف في العالم المتقدم طبعا من التحديث والرقمان اللي تعمل فيه وتطوير جودة الخدمة المقدمة بالنسبة للمتاحف ده مهم جدا أن احنا ننظر إلى جودة الخدمة التي تقول عليها لأن السياحة ارتبطت بالخدمة كلما جادت هذه الخدمة كلما تم تأدياتها بشكل جميل وراقي كلما زادت طلب السياحة على مصر بشكل كبير جدا مصر ابتدت تقدم خدمات كتيرة قوي في الفترة الأخيرة من ضمنها البنية الأساسية اللي احنا كنا محتاجينها من فترات كبيرة قوي زي الطرق زي التنظيم الطرق يعني حتى مش وجود طرق وكباري وسهلت المواصلات بين المحافظات وسهلت الوصول إليها بشكل جيد لا ده أصبح عندنا كمان نظام يعني الأنظمة المرورية المراقبة بصفة مستمرة ده قدت في النهاية إلى أن فيه ارتياح من السياح بعدما كان دايما قلقان من المرور في مصر لا هناك ارتياح شديد قد تسهيلات للسياح الموجود عندنا في مصر تسهيلات كبيرة يعني رائعة كلها يعني شوفنا الفترة اللي فاتت كنا دايما بنشتكي من عملية الترويج والحقيقة الدولة قامت بموجود كبير جدا في عملية الترويج ومن أهم يعني سبل الترويج كان الاحتفال بنقل الموميوات الحفل الكبير اللي شاهده العالم كله وشوفنا قد إيه كان مظهر حضاري متميز ممتع لأهم دولة في يعني في الحضارة القديمة بتعرض يعني أهم تاريخها وأمام الجميع كل هذه الإجراءات اللي تمت في الفترة اللي فاتت من ترويج من معارض كمان وعرض لمجموعة الآثار اللي عندنا في أكتر من 16 معرض على مستوى العالم وتحديدا في الدول الأوروبية ده سهم بشكل كبير في أننا حققنا في 2021 الناسج الزهبي لأن حققنا حوالي 32% نجاحات ودخل للدخل القومي شايف الفترة الحالية إيه التحديات اللي بتواجه هذا القطاع لتحسين الجودة ومزيد من تحسين والله أنا يعني زي ما حدقك أشارتي أن في أحداث حصلت عندنا في مصر زي مثلا الموكب الملكي بتاع الموميات اللي اتنقل من المتحف المصري إلى المتحف الحالي المؤسسات الدولية اللي بتهتم باستكشافات كثيرة في هذا المكان إيه أهم الاكتشافات اللي تمت خلال سنوات الأصدقاء والله كان فيه قريب جدا فيه اكتشاف عن سقارة واكتشافوا عدد كبير قوي من الموميات وده الاكتشاف ده كبير جدا أنا عاوز أقول لحضرتك أن أنا مثلت مصر في الخارج كمدير مكتب سياحة في كندا ده وفي الهند وكده كان من ضمن أحد الوسائل الذي نستخدمها في الترويج لمصر أن إحنا كنا بناخد البرسليزيس الأخبار اللي كان بتجيلنا على الاكتشافات دي كان بتجد في الدول اللي إحنا بنتعامل معها خصوصا دول أوروبا صدى كبير جدا هم بيتموا بهذه الاكتشافات بشكل كبير وبيبقى عندهم ولع وعند حتى بعثات الاستكشافات ده أن هم يجوا في مصر ويبقى ليهم الصبق في أن هم يكتشفوا مثل هذه الحاجات وإحنا عندنا في مصر عندنا دلوقتي أعتقد من الخبرات ما تستطيع أن تكتشف هذه الأثار اللي كل يوم إحنا يمكن نسمع عن جديد في هذه الاكتشافات سواء في الصعيد أو في أي محافظة من محافظات مصر الأخرى الاشتراك في المعارض ونقل مجموعة من الأثار وترويجها داخل المعارض المختلفة المشهورة على مستوى العالم ده بيساهم إلى أي مدى في دخل السياحة في مصر والله في دول كتير قوي مثل اليابان مثلا بتحرص على أن تقام معارض أسرية بالقطع الحقيقي يعني القطع الحقيقية بياخدوها بمبالغ ضخمة جدا مبالغ تأمينية ضخمة جدا هذه القطع بتنقل وبتتعمل بها معارض في هذه الدول وللأشهر عديدة يعني قد تتجاوز السنة طبعا بتبقى دخل كبير جدا لمصر من العملات الأجنبية أنا أتوقع في المرحلة القادمة بعد المتحف الكبيرة مفتتح رسميا وتبتدي مصر ممكن تتجه نوعا ما لهذه الأثار بأنها تبعثها في الخارج لتنعمل بيها معارض هتعمل حاجتين أولا رواج للدولة بشكل كبير جدا سياحيا وتاني حاجة دخل من العملات الأجنبية اللي احنا محتاجينها في هذه الأيام في مصر يعني احنا برضو ما تكلمناش على حاجة مهمة جدا ودي مستحدثة في الفترة الحالية وفكرة السياحة الخاصة بالمؤتمرات يعني مصر كانت وجهة للعديد من المؤتمرات العالمية اللي تم ترويج لمصر فيها زي مثلا كوب 27 اللي أقيم في شارم الشيخ زي المؤتمرات العديدة اللي تم أقامتها أيضا الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي وخلافه إلى أي مدى شايف فتح أفاق المجالات العديدة في السياحة ممكن يفرق بالنسبة لنا كقيمة مضافة في هذا المجال ضمن أحد أهم المقاومات التي الجاذبة في الدول اللي هي أقامة المؤتمرات الدولية وأعتقد أن مصر في الفترة الأخيرة نكهة نجاح منقطع النظير في تنظيم هذه المؤتمرات وأشارتي إليه حضرتك وما حدث في شارم الشيخ جعل من شارم الشيخ بريند يعني منطقة في مصر حيوية وساحية من الدرجة الأولى أصبحت بريند في عالم المؤتمرات في العالم الحالي إنها تم الألان إنها المدينة الخضراء الخضراء فده برضو يتطابق مع اتجاهات العالمية في التغيرات المناخية ودعوة مننا إن إحنا يعني كل شيء في مصر أو بنحاق بقدر الإمكان اللي إحنا نسع لإحنا نعمل إقصاد الأخضر أو المدن اللي هي صديقة للبيئة طبعاً بالقطع وفعلاً زي ما أشارت حضرتك أن السياحة المؤتمرات وحدة وعلى فكرة إحنا ممكن نتكلم على منطقة العالمين دلوقتي إذا كان عندنا بريند دلوقتي في شرم الشيخ منطقة العالمين والذارها فعلاً هي فخر المصر وكان فيه معرجان الصيف اللي فاتت المعرجان كوغسوس اللي فاتت طبعاً بالقطع العالمين هتبعى إحدى المناطق التي سوف تستوعب كم كبير من المؤتمرات في المستقبل القريب فسياحة المؤتمرات واحدة من أهم السياحات ذات الدخل المرتفع التي تجلب أموالاً كثيرة فبإذن الله سياحة المؤتمرات واحدة من المقاومات الموجودة عندنا بشكل كويس ترقى وتزدهر بشكل كبير في العالم مع الأزمة العالمية والوجهات اختلفت لأن مع ارتفاع الأسعار العالمية أصبحت مصر يمكن مقصد سياحي مهم ولكن منخفض التكلفة شايف إلى أي مدى ممكن يساهم في جازب سياحي خصوصاً في سيزون الخريف والشتاء اللي هو أهم موسم عندنا بيبقى فيه عندنا سياحة كتير أنا شايف إن ده سوف يؤثر إيجابياً على السياحة عندنا في مصر إنه مش بنقدم أسعار رخيصة جداً ولكن إحنا بنقدم أسعار تتناسب مع كمية الخدمات التي تقدم للسائح بشكل جيد في مصر هنا مما يؤدي في النهاية إن الإقبال يزيد عندنا في كافة المؤتمرات وليس المؤتمرات السياسية فقط وليس المؤتمرات خاصة بالمناخ زي ما إحنا شوفنا لكن في مؤتمرات طبية كثير من الجهات في العالم بحاله بتسعى إنها تعمل مؤتمرات عندنا في مصر ليه؟ لأن الاستعدادات للمؤتمرات وتنظيمها بشكل جيد في مصر أعطانا منحة كبيرة جداً في إن مصر إحدى الدول التي تستطيع أن تتصدى لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات بشكل كبير وبشكل منظم ويليق بالمؤتمر لو نقدر نختم فازيل فقرة بسؤال مطروح على حضرتك وبعد عشر سنوات كيف كانت مصر قبل عشر سنوات في مجال السياحة وإلى أين أصبحت؟ والله إحنا في العشر سنوات اللي فاتت دي أنا أعتقد أنها اجتهدنا كتير رغم رغم أن أزماتها كانت كتير يعني أزمة كورونا الأزمة البعادية بتاعة الحرب الروسية الإكرانية ولكن أن إحنا وصلنا في أن إحنا نحقق الرقم اللي حققناه في 2010 تقريباً يعني مماثل لي فده ينم على أن الدولة بتسعى جاهدة أن هي تؤدي دورها بالنسبة للسياحة لمعرفة الدولة قدر السياحة وما سوف تضر على المجتمع المصري بشكل كبير من داخل السياحي وفرص لعملها زي ما قلنا في أول حديث طب لو قررنا مصر بالدول الجوار اللي بتحاقق مراكز مهمة بالنسبة للسياحة زي إسبانيا وتركيا بالنسبة للإمكانات المطروحة والخدمات المقدمة بصرف النظر عن المقاصد السياحية خصوصاً مصر عندها تلت أثار العالم فهلات يضاهيها أي دولة جوار لكن بالنسبة للخدمات لو إحنا بنتكلم على تحسين مستوى الخدمة والتنافسية إيه اللي ممكن يعني ناقصنا ونحب أن الفترات القادمة مستقبلياً نقدر ننجل فيها ممكن لخصها في كلمة واحدة وهي الوعي والسلوك عندما يرتفع الوعي المواطن المصري وينمو بحيث أنه يستطيع أن يقدر هذه الصناعة تقديراً خاصاً فأنا أعتقد أن مصر سوف تقعني وبعدين فيه حاجة مهمة جداً لازم نقولها أن عدد الغرف المتاحة في الفنادق إحنا بنستوعب فيها عدد السياحة فهما إذا كانوا متفوقين علينا في الفنادق وفي الغرف أنا أعتقد أن السلقيات ابتدت تبقى واضحة بالنسبة للشعب المصري عارفين قيمة السياحة دلوقتي بس إحنا نرجو في الفترات القادمة أن يكون أن يرتفع الوعي المستوات أعلى وأعلى وأعلى حتى نستطيع أن نرقى لمستوى الدول اللي بتاقد سياحة كثيرة أشكر حليلك على وجودك معي فهيزين فقرة واسمحونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نتكلم في فقرة مهمة جداً عن التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة اللي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج فرصة اللي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي